ناس كتير مننا يا ابونا ممكن أحياناً بيرفضوا الحوار مع رب بيرفضوا الحوار يعني الصلاة محبوش يقولوا مثلاً أنا خاطي أنا ربنا أكيد مش هيقبالني وده كان لسان حال برضو السامرية يمكن كانت برضو في البداية يا خايفة خافت من السيد المسيح حسن هو مش هيقبالها خايفة من الناس حسن بعدم الأمان فإزاي عدم الأمان السيد المسيح تعامل مع عدم إيمان أو عدم الأمان بالنسبة للمرأة السامرية ويصنف الحوار ده أن حوار طويل من الحوارات الكتاب المقدسة فالمسيح بدأ بالصبر يمكن بدأ بمفتاح في الأول بكلمة صغيرة لما قال لها زي ما قال أعطيني قال لها أعطيني لأشرب أعطيني لأشرب وعلى الصريب برضو قال أعطيني لأنا عطشان نفس الوقت ده الساعة السادسة فبدأ حوار معها أعطيني لأشرب فدي كلمة يعني الطبيعية كانت مفتاح للحوار على فكرة الحوار بتاع السامرية ده بيدرس في الدنيا كلها حتى في الحتة غير المسيحية بيدرس لأنه كان حوار لطيف جدا ووصل للهدف للمسيح وعايزه أنه هو أن دي التتوب أن تتحول من إمرأة خاطئة لإمرأة كارزة حقيقة إحنا كأباء وأمهات لما حد بس ونكتشف أن ابني ولا بنتي عملوا حاجة غلط الدنيا تقوم ما تعودش الحقيقة وممكن لوم وعتاب وعقاب إزاي نتعلم من السايد المسيح إزاي نقدر نربح نفوس أولادنا بالأخص طبعا عشان نربح نفوس أولادنا لازم نكون صابورين جدا جدا عليهم ومنركزش على الأخطاء عادة في أباء كل تركيزهم يا ولد أنت لازم نكون كذا يا بنتي أنا بعمل كذا علشانك التركيز على الأخطاء يشوي الصورة الزاتية لكل طفل عندنا فلازم نقبل أنهما بشر زينا ممكن يغلطوا ممكن ينجحوا ممكن يعملوا حاجات حلوة ممكن يعملوا حاجات وحشة فلازم منركزش على الأخطاء قوي لكن نفرح ونشاركهم بالحاجات الكويسة اللي هما بيعملوها